السلام عليكم شباب وياكم مرتضى جليحاوي نشرت شركة ريلمي إعلان تشويقي جديد لهاتفها المرتقب ريلمي X50 5G حيث أكدت من خلال إعلان على أن رقائق معالجة سناب دراغون 765G ستدعم لجهاز AX50 أي هذا الجهاز سوف يدعم شبكات G الخامس مع سناب دراغون الجديد من شركة كوالكم مع ذاكرة عشوية 8 جديد مع ذاكرة تخزين أمام 128 أو 256 ولقد أكدت شركة ريلمي في إعلان الأخير الذي نشرته على موقع الويب على أن رقائق معالج سناب دراغون 765 التي أعلن عنها مؤخرا شركة كوالكم ستدعم إصدارها القادم من X50 حيث تأتي الرقائق بتعزيز أعلى كفاءة لجرافيك كما تضم رقائق المعالج مودم 5G X52 بساعة تحميل تصل إلى 1.2 جيجابايت في الثانية مع شبكات 4G وبسرعة تحميل 3.7 جيجابايت في الثانية مع شبكات G الخامس فذلك كشف الإعلان التشويقي عن لمحات من تصميم الرلمي X50 5G الذي ينطلق بتصميم ثقب الشاشة للكاميرا الأمامية التي تركز على الزاوية اليسرى مع الشاشة كما يضم ثقب الشاشة كاميرا أمامية مزدوجة لذا نترقب ونشوف الشوقت ستعلن عنها بشكل رسمي وتوقع بداية سنة 2020 طبعا هذا الهاتف فيأتي مع بطارية 4500 ميلي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 50 واط والشاشة مقاس 6.5 فول HD بلاص من المتوقع عن تكون من أوموليد نهاية الفيديو أتمنى أعجبكم في الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة اشتركوا في القناة